الجهاز الدوري في جسم الإنسان بيتكون من القلب والأوعية الدموية واللي بتشمل الشعريين والأوردة والشعيرات الدموية والدم واللي بيشمل البلازمة وقرات الدم البيضة وقرات الدم الحمراء والصفايح الدموية تعالى أول حاجة كده نشوفها وهو القلب القلب هو عبارة عن عدو عضل أجوف بيكون موجود داخل التجويف الصدري وبيكون ناحية اليسار قليلا والقلب بيكون محاط بغشاء بيطلق عليه اسم غشاء التمور ووظيفة غشاء التمور هو أنه بيوفر له الحماية وبيساهل من حركته الوظيفة العامة للقلب هو أنه يدخ الدم لجميع أجزاء الجسم وبالتالي القلب بيقوم بالانكباض والانبساط بطريقة منتظمة مدى الحياة ولو توقف القلب عن الانكباض والانبساط بتتوقف حياة الإنسان القلب بيتكون من أربع حجرات عمل كده زي البيت اللي بتكون من دورين الدور اللي فوق فيه حجرتين والدور اللي تحت فيه حجرتين الحجرتين اللي فوق اسمهم الأزينين والحجرتين اللي تحت اسمهم البطينين وبينقسم العلب طوليا بواسطة حاجز عضلية إلى قسم عيمن وقسم عيسر كل قسم بيكون فيه وزين وبطين فيبع عندنا كده الحجرة اللي فوق في الناحية اليمين اسمها الوزين العيمن وبيكون موجود تحتها البطين العيمن والحجرة اللي فوق في الناحية عيسار بيكون اسمها الوزين العيسر وبيكون تحتها البطين العيسر والقلب بيحتوي على أربع سمامات وظيفتها أن هي بتحافظ على مصار الدم داخل القلب أول سمامين بتكون موجودة ما بين الوزينين والبطينين بيطلق عليه اسم السمامات الوزينية البطينية أتريوفينتركلر فالبس الصمام اللي بيكون موجود ما بين الوزين الأيمن والبطين الأيمن بيطلق عليه اسم الصمام سلاسي الشرفات وظيفته هو أنه بيمنع رجوع الدم تاني إلى الوزين الأيمن من البطين الأيمن والصمام التاني هو الصمام سناي الشرفات أو ما يسمى الصمام المترالي وده أقوى السمامات في جسم الإنسان وظيفته هو أنه بيمنع رجوع الدم تاني إلى الوزين الأيسر من البطين الأيسر والصمامين التانيين يسموهم السمامات الهلالية وبتشمل الصمام الراوي اللي بيكون موجود في الشريان الراوي وبيمنع رجوع الدم تاني من الشريان الراوي الى البطين الايمن والصمام الانلالي التاني هو الصمام الاورطة وده بيكون موجود في الشريان الاورطة وبيمنع رجوع الدم تاني من الاورطة الى البطين الايسر بتنشأ ضربات القلب الاقاعية المنتظمة من داخل نسيك عضلة القلب لأن عضلة القلب هي عضلة ذاتية الحركة لا إرادية يعني ما يقدرش الإنسان يتحكم فيها والقلب بيستمر في الانقباض المنتظم حتى لو تم فصله تماما عن جسم الإنسان وعن الأعصاب المتصلة بيه والسبب في نشأة ضربات القلب المنتظمة بشكل مستمر هو وجود ضفيرة متخصصة من الألياف العضلية اللي بتكون مدفونة في جدار الأزين الأيمن وبتكون قريبة من مكان اتصاله بالأوريدة الكبيرة اللي هي الوريد الأجواف السفلي والوريد الأجواف العلون الضفيرة دي بيطلق عليها اسم العقدة الجيب أزينية سينيو أتريال نود ودي الضفيرة اللي تعتبر منظمة لضربات القلب وبيطلق عليها اسم بيس ميكر بحيث أن هي بتجعل القلب بينبض بمعدل طبيعي من ستين لسبعين نبضة في الدية وبتتصل بعصبين بيأثروا على معدل النبض العصب الأول هو العصب الحائر وده بيقلل من معدل ضربات القلب والعصب الثاني هو العصب السمساوي ووظفته أنه بيزود من معدل ضربات القلب دي غير أن معدل نبض القلب بيتغير حسب الحالة الجسمية أو الحالة النفسية فمثلا في حالات النوم وحالات الحزن بينقفض معدل ضربات القلب وفي حالات الفرح والتوتر وحالات بزل جهد جسماني عنيف بيرتفع معدل ضربات القلب اللي بيحصل أثناء ضربات القلب هو أن العقدة الجيبة الثانية بتبدأ أن هي تطلق إصارة الانقباض تلقائيا فبتصير عضلات الثانين للانقباض بعد كده بتصل الموجة الكهربية العصبية إلى العقدة الثانية البطينية اللي هي أتريوفنتروجلر نود ودي بتكون موجودة عند اتصال الثانين بالبطينين فبتنتقل اللي صاره بسرعة من العقدة الهزينية البطينية من خلال ألياف اسمها ألياف حس وبعد كده بتنتشر اللي صاره من الحاجز الموجود بين البطينين إلى قدار البطينين من خلال حزمة اسمها حزمة باركينج أو باركينجي فيبرز فبتنقبض عضلات البطينين وبنقدر نسمع الصوتين من القلب الصوت الأول بيكون صوت غليز وطويل وده بينشع نتيجة غلق الصمامين اللي بيكونوا موجودين ما بين الهزينين والبطينين عند انقباض البطينين والصوت الثاني بيكون صوت حد أو عصير وبينشع نتيجة غلق الصمام الأورطة والصمام الرأوي في حالة انبساط البطينين نجي بعد كده للوعية الدموية الوعية الدموية بتشمل كل من الشرايين والعوردة والشعيرات الدموية الشرايين هي عبارة نوعية دموية بتنقل الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم وبتكون مدفونة في وسط عضلات الجسم ووظيفة الشرايين إن هي بتحمل دما مؤكسجا يعني دم بيحتوي على الأكسوجين معادة الشريان الرأوي اللي بيخرج من البطين الأيمن إلى الرأتين وبالتالي بيحمل دم غير مؤكسج يعني الدم اللي بيكون فيه بيحتوي على سانيوكسيد الكربون الشرايين بتتكون بشكل عام من ثلاث طبعات الطبعة الخارجية بتتكون من نسيق دم والطبعة الوسطى بتتكون من عضلات غير إراضية بيتحكم في انقباطها وانبساطها ألياف عصبية علشان كده الشرايين بتتميز بأنها بتكون نابضة والطبعة التالتة وهي الطبعة الداخلية واللي هي بطانة الشرايين بتتكون من صف واحد من خلايا طلائية وبتحتوي عليها كمية كبيرة من الألياف المارينة اللي بتخلي الشرايين قادرة إن هي تتحمل ضغط الدم الناتج من القلب وبالتالي بتتميز الشرايين بالمرونة اللازمة لاندفاع الدم بداخل الشرايين أثناء انقباط البطاينين نيجي بعد كده للأوردة والأوردة هي عبارة عن أوعية دموية بتنقل الدم من جميع أجزاء الجسم إلى القلب ووظيفة الأوردة هي إنها بتحمل دم غير مؤكسج مع عدى الأوردة الرئوية اللي بتفتح في الأوزين الأيسر ووظيفة الأوردة الرئوية هي إنها بتنقل الدم المؤكسج من الرئتين وتعجعه تاني إلى القلب جدار الأوردة بيتكون من ثلاث طبقات زي وزي الشرايين بالزبط طبقة خارجية من نسيج ضم وطبقة وسطى من نسيج عضلي وطبقة داخلية من نسيج طلاقي ولكن المختلف في الأوردة هي إن الطبقة الداخلية بتحتوي على كمية أوليلة من الألياف المرنة لأن الأوردة مش محتاجة المرونة في حاجة لأنها مش بتاخد الدم ومبشرة من القلب وبالتالي النبضة جواها بيكون أقل من الشرايين ده غير برضو إن الطبقة الوسطى بتكون أقل في السمك علشان كده السمك جدار الوريد بيكون أقل من سمك جدار الشريان وكمان الأوردة بتكون غير نابضة بالإضافة إلى إن الأوردة بتحتوي على سممات في بعض الأماكن والسممات دي وظيفتها هي إن هي بتسمح بمرور الدم في تجاه القلب ولا تسمح برجوعه يجي بعد كده للشعيرات الدموية والشعيرات الدموية يعبرها عن أو هي دموية دقيقة مجهرية بتوسل ما بين التفرعات الشريانية الدقيقة لإن الشرايين في نهايتها كده بيبدأ يتفرح منها شراينات صغيرة والأوردة في بدايتها بيتفرح منها وريدات صغيرة فوظيفة الشعيرات الدموية هي إنها بتوصل ما بين الشراينات والوريدات ويرجع الفضل في اكتشاف الشعيرات الدموية إلى العالم الإيطالي ما البيجي الشعيرات الدموية بتنتشر في الفراغات اللي بتكون موجودة ما بين خلايا جميع عن سجة الجسم علشان تقدر إن هي توفر لها الغزاء والأكسوجين وجدار الشعيرات الدموية بيكون رقيق جدا لإنه بيتكون من طبقة واحدة من الخلايا وهي عبارة عن سف واحد من خلايا طلاقية رقيقة جدا بيكون فيها سقوب والسقوب دي وظيفتها هي إنها بتساعد على التبادل للغزاء والأكسوجين ما بين الدم وخلايا الأنسجة وقطر الشعيرات الدموية بيتروح ما بين 7 ل 10 مايكرون الدم هو الوسط الأساسي اللي بيتم من خلاله عملية النقل على سبيل المثال بيتم نقل الأكسوجين من الرأتين إلى جميع خلايا الجسم بوسطة الدم وبيتم نقل ساني أكسيد الكرفون من خلايا جميع الجسم إلى الرأتين تاني بوسطة الدم وده بيحصل من خلال كرات الدم الحمرة اللي هي أحد مكونات الدم برضو بيتم نقل النواتج الهضم من إلى معاية دقيقة بعد ما يتم امتصاصها زي السكريات الوحدية والأحماض الليمانية إلى جميع خلايا الجسم بوسطة الدم وده بيكون عن طريق البلازمة اللي هي أحد مكونات الدم فيبع الدم هو الوسط الأساسي في عملية النعن الوسط الأساسي وليس الوسط الوحيد لأن احنا عندنا اللمف برضو بينتقل من خلاله الدهون بعد ما يتم هضمها إلى أحماض دفنية والدم هو عبارة عن سائل أحمر لازج البيتش الخاص بالدم بتساوي 7.4 من 10 يعني قلوي ضعيف حجم الدم في جسم الإنسان بيكون بمتوسط من 5 ل 6 لتر والدم بيتكون من نسيج ضم سائل بيشمل كل منه كريات الدم الحمرة وكريات أو خالات الدم البيضة والبلازمة والصفايح الدموية قرات الدم الحمرة بتكون عديمة الأنوية علشان كده ما ينفعش نقول عليها خلايا لأنها لا تحتوي على أنوية بتحتوي قرات الدم الحمرة على كميات كبيرة من مادة كيميائية تسمى الهيموجلوبين والهيموجلوبين بيتكون من البروتين والحديد والبروتين بيتكون من أحماض أمنية وبالتالي نقدر نقول برضو أن الهيموجلوبين بيتكون من أحماض أمنية وحديد والهيموجلوبين بيكون لونه أحمر وهو سبب اللون الأحمر اللي بنشوفه في كريات الدم الحمرة اللي بتكون أصلا السبب في أن الدم بيكون باللون الأحمر لأن كريات الدم الحمرة هي أكتر خلايا الدم انتشارا فباللاحظ في الرجل البالغ بيتراوح عددهم من 4 إلى 5 مليون كرة دم حمرة لكل ملي متر مكعب من الدم وفي الونسة البالغة بيتراوح عددهم من 4 إلى 4.5 مليون كرة دم حمرة لكل ملي متر مكعب من الدم كريات الدم الحمرة بتكون عبارة عن كرات مستديرة الشكل مقاهرة الوجهين بيتم تكوين كرات الدم الحمرة داخل نخاع العظام للإنسان البالغ بحيث أن بيتم تكوين 100 مليون كرة دم حمرة لكل دقيقة ومتوسط عمرها ما بيزدش عن 4 شفور يعني حوالي 120 يوم 120 يوم بتقضيع كرات الدم الحمرة تمر داخل الدورة الدموية وبتمر حوالي 172 ألف مرة وبعد بتقضي فترة عمرها بيتم تكسير كرات الدم الحمرة في الكبد والطحال والنخاع العظمي وبعد تكسير كرات الدم الحمرة الأديمة بيقوم الجسم باسترجاع البروتينات الموجودة فيها علشان يقدر يستعملها تاني في تكوين العصارة الصفروية اللي بيكونها الكبد واللي ليها دور في عملية هذه الدهول وظيفة قرات الدم الحمرة هي نقل الأكسوجين من الرأتين إلى كافة أنحاء الجسم وبعد كده نقل ساني أكسيد الكربون من كافة أنحاء الجسم إلى الرأتين اللي بيحصل أن الهوموغلوبين اللي موجود في قرات الدم الحمرة بيتحد مع الأكسوجين اللي موجود في الرأتين فبتتكون مادة اسمها أكسي هيموغلوبين بيكون لونها أحمر فاتح وده لون الدم في الشرايين الهوموغلوبين بعد ما ينيل الأكسوجين بيوصلوا إلى جميع خلايا الجسم بيتخلع عن الأكسوجين ويرجع تاني هوموغلوبين إلى طبيعته وبعد كده الهوموغلوبين بيتحد مع ساني أكسيد الكربون اللي بيكون موجود في خلايا الجسم فبيكون مادة جديدة اسمها كربعمينو هيموغلوبين وبيكون لونها أحمر غامل وده لون الدم داخل الأوردة بعد الهوموغلوبين ميينل ساني أكسيد الكربون إلى الرأتين بيتخلع عنه ويرجع تاني هيموغلوبين زي مكان بعد كده كراط الدم البيضة أو خلايا الدم البيضة واللي بيكون عدتهم حوالي 7000 كرة دم بيضاء لكل مليمتر مكعب من الدم ولأن وظيفة كراط الدم البيضة هي وظيفة مناعية بالتالي بيزيد عدتها في أوقات المرض خلايا الدم البيضة هي خلايا عديمة النون وما بيكونش لها شكل محدد لأن في منها أنواع في الحامضية والقاعدية والمتعدلة واللمفوية وبتتكون خلايا الدم البيضة داخل نخاع العزام والتحال وبرضه داخل الجهاز المفاوة ومتوسط عمرها من 13 ل 20 يوم وظيفة خلايا الدم البيضة هو الدفاع عن الجسم لأنها بتقوم بمهجمة الميكروبات اللي بتدخل إلى الجسم بحيث أن هي بتحيط بيها وتبتلحها وبتقوم بتعطيل المواد الغريبة اللي بتكونها الميكروبات داخل الدم وبرضه بتعمل على التخلص من الخلايا الميتة وإنتاج الأجسام المضادة نيجي بعد كده لبلازمة الدم بلازمة الدم هي المادة الخلالية في الدم لأن دي المادة اللي بيمر خلالها المواد اللي تم عضمها اللي هي السكريات الأحادية والبرتلات وبرضه بيمر خلالها الإنزيمات والهرمونات وغيرها بلازمة الدم بتشكل حوالي 54% من إجمال حجم الدم وبتتكون من مية بنسبة 90% وبتحتوي على أملاح غير عضوية بتكون حوالي 1% من حجم البلازمة زي مثلاً أملاح السوديوم وأملاح الكالسيوم والكلور والبيكربونات وبلازمة الدم بتحتوي على بروتونات بتكون 7% من حجم البلازمة كلها زي عندنا الألبيومين اللي بيحافظ على الضغط الإسموزي وكمية المية والجروبيولين والفيبرولوجين اللي هنستخدمه بعد كده في عملية تجلط الدم وبتحتوي على مواد أخرى بتكون حوالي 2% من إجمال البلازمة زي نواتيك المهضن والهرمونات والإنزيمات والأجسام المضادة والفضلات النتروجيمية زي اليوريا نجي بعد كده لآخر مكون من ميقونات الدم وهو الصفايح الدموية عدد الصفايح الدموية بيكون حوالي 250 ألف لكل مليمتر مكعب من الدم وهي عبارة عن جسيمات صغيرة غير خلوية حجمها بيبلغ حوالي ربع حجم كرة الدم الحمراء وبتتكون داخل نخاع العظام متوسط عمرها بيكون حوالي عشرة أيام لأنها بتتجدد بشكل مستمر الجلطة الدموية بتحصل لما يحصل قطع أو تنزق في الأوعية الدموية وأهمية الجلطة الدموية هي حماية الدم من النزيف لأن إجمال الدم كله من 5 إلى 6 لتر لو فقط نص الكمية دي يؤدي إلى موت الإنسان والعوامل أو الأسباب اللي بتؤدي إلى حدوث الجلطة الدموية هو تعرض دم للهواء أو احتكاك الدم بسطح ششن زي اللوعية والخلايا المنزقة اللي بيحصل عند تمزق أو قطع لوعية دموية هو أن الصفائح الدموية والخلايا التنفى بتقوم بتكوين مادة بروتونية اسمها سرومبوبلاستين بعد كده السرومبوبلاستين بيحفز تحويل البروسروموبين إلى سرومبين والعملية دي بتحصل في وجود أيونات الكالسام وعوامل التقلط اللي بيتم تكوينها في الكبد وبتكون موجودة في بلازمة الدم والبروسروموبين هو عبارة عن بروتين بيتم برضو تكوينه بواسطة الكبد بمساعدة فيتامين K وبيصبه بعد ما يكونه داخل الدم فبيتم تحويل البروسروموبين بواسطة السرومبوبلاستين إلى سرومبين وده عبارة عن إنزيم مشت السرومبين بيحفز عملية تحويل الفيبرونوجين اللي بيكون موجود في بلازمة الدم إلى الفيبرين بعد ما يتحول الفيبرونوجين إلى فيبرين والفيبرين هو عبارة عن بروتين غير زائب بيبدأ يترصب الفيبرين على شكل خطوط متشابكة بتتجمع فيها ثلائة دم فبتتكون الغلطة اللي بتسد فتحة الوعاء الدموي في المقطوع وبالتالي بيتم وقف النزيف اشتركوا في القناة الدورة الدموية في جسم الإنسان بتنقسم إلى ثلاث مصارات أو ثلاث دورات مختلفة الدورة الأولى هي الدورة الرئوية أو الدورة الصغرى والدورة الثانية هي الدورة الجهازية أو الجسمية الكبرى والدورة الثالثة هي الدورة الكبدية البابية أول حاجة هي الدورة الرئوية أو الدورة الصغرى بتبدأ الدورة الرئوية من البطين الأيمن في القلب وبتنتهي في الوزين العيسر اللي بيحصل أن الدم بعد ما يتجمع من الجسم كله داخل الوزين الأيمن بينهي الوزين الأيمن الدم غير المؤكسج إلى البطين الأيمن فالدورة الرئوية بتبدأ لما بينقبض البطين الأيمن فاللي بيحصل أن الصمام سلس الشرفات بيقفل علشان يمنع رجوع الدم تاني الوزين الأيمن بعد كده الدم غير المؤكسج بيبدأ أنه يندفع إلى الشريان الرئوي والتالي بيعمل الصمام الرئوي اللي موجود في بداية الشريان الرئوي على منع رجوع الدم تاني إلى البطين الأيمن الشريان الرئوي بعد كده بيبدأ يتفرع إلى فرعية بحيث أن كل فرع يدخل إلى الرئة الفرع الأيمن بيدخل إلى الرئة اليمنى والفرع الأيسر بيدخل إلى الرئة اليسرى وكل فرع منهم بيبدأ أن هو يتفرع داخل أنسجة الرئة إلى تفرعات أصغر وأصغر لحد ما يوصل لمرحلة الشعيرات الدموية الصغيرة اللي بتكون منتشرة حول الهوائج فبتبدأ تحصل عملية تبادل الغازات غاز سنيكشد الكربوني اللي بيكون موجود في الدم غير المؤكسج بيبدأ أن هو يخرج ويدخل مكانه غاز إليكسوجين فبيتحول الدم إلى دم مؤكسج بعد ما بتحصل عملية تبادل الغازات بيرجع الدم المؤكسج من الرئتين إلى داخل أوردة رئوية وعداتهم أربع أوردة بحيث أن بيرجع وردين من كل الرئة وبيبدأ أنهم يصبوا الدم تاني داخل الأوزين العيصر في اللنب يبدأ الدورة الرئوية بتبدأ من البطين الأيمن اللي بين الدم غير مؤكسج إلى الشريان الراوي بعد كده اللي بيتفرع إلى شريانين بحيث أن كل شريان يدخل لها الرئة وعد كده يرجع الدم تاني إلى الأوردة الرئوية اللي بينئله الدم من الرئة إلى الأوزين العيصر وفي نهاية الدورة الرئوية بيبدأ يعقبض جدار الأوزين العيصر علشان يدفع الدم إلى البطين العيصر وبيعمل السمام سني الشرفات أو السمام المترالي على منع رجوع الدم إلى الأوزين العيصر وتبقى كده أهم الأوعية اللي بتتضمنها الدورة الرئوية أو الدورة الصغرى هي الشريان الراوي والأوردة الرئوية الأربعة وصموات القلب اللي بتحدد نصرها عندنا السمام الراوي اللي بيكون موجود عند خروج الدم من القلب والصمام سني الشرفات اللي بيكون موجود ما بين الوزين العيصر والبطين العيصر ونوع الدم داخل الدورة الرئوية أول حاجة الدم اللي بيتم نقله خارج القلب بيكون دم غير مؤكسج والدم اللي بيتم نقله إلى داخل القلب بيكون دم مؤكسج وأهمية الدورة الرئوية هو أنها بتقوم بتخليص الدم من سنيوكسيدي الكربون وإمداده بالأكسجين نجي بعد كده للدورة الجهازية أو القسمية القبرى بتبدأ الدورة الجهازية من البطين الأيصر وبتنتهي في الوزين الأيمة أول حاجة بينقبض البطين الأيصر بعد ما يتمني بالدم المؤكسج فبيقفل الصمام سنيا الشرفات فتحة الوزين الأيصر علشان الدم ما يرجع لهش تاني بعد كده بيندفع الدم من الأورطة وبيعمل الصمام الأورطي على منع رجوع الدم إلى البطين الأيصر مرة تانية الشريان الأبهر أو الأورطة بيبدأ أنه يتفرع على عدة تفرعات معظمها بيتجه إلى الجزء العلوي من الجسم والبعض الآخر بيبدأ أنه يتجه إلى الجزء السفلي وبيتفرع إلى شرايين وفروع أصغر فأصغر لحد ما ينتهي بالشعرات الدموية اللي بتنتشر خلال الأنسجة بين الخلايا وبتبدأ أن هي توصل لها الدم اللي بيحمل الأكسجين والمية والمواد الغذائية الزعبة داخل الدم بتنتشر المواد الناتجة من عمليات الهدم زي أكسادة السكر والدهون وغسن أكسادة الكربون خلال جدران الشعرات الدموية وبتبدأ أن هي توصل للدم فبيتغير لون الدم من الأحمر الفاتح إلى الأحمر الغامي وده لون الدم اللي بيكون موجود في الأوردة لأنه دم غير مؤكسش فبتبدأ تتجمع الشعرات الدموية وبتكون وريدات صغيرة اللي بتكون بعد كده الأوردة فبتبدأ تصب الأوردة الدم غير المؤكسش في الوريد الأجوف العلوي في الجزء العلوي من الجسم والوريد الأجوف السفلي في الجزء السفلي من الجسم اللي بيصبوا بعد كده الدم في الوزين الأيمن يبقى مصار الدورة الجهزية بتبدأ من البطين الأيصر اللي بينهل الدم بعد كده إلى الأورطة وبعد كده الأورطة بيوزع الدم على أجزاء الجسم العلية والسفلة فبيحصل تبادل للمواد الموجودة في الدم وبعد كده بيرجع الدم داخل الأوردة اللي بيصبه داخل الوريد الأوجة في العلو والوريد الأجوة في السفلي اللي بينتهو عند إلوزين الأيمن وفي نهاية الدورة الجهازية بينقبض جدار إلوزين الأيمن لما يتميلي بالدم فبيندفع الدم غير المواكسج إلى البطين الأيمى والصمام سلاسة الشرفات بيمنع رجوع الدم تاني إلى الوزين الأيمى يبقى أهم الأوعية الدموية اللي بتتضمنها الدورة الجهازية هو الشريان الأورطة والوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف الشفلي والصمامات اللي بتحدد مصار الدورة الجهازية السمام الأورطة اللي بيكون موجود عند خروج الدم من القلب والصمام التاني هو الصمام سلاسي الشرفات اللي بيكون موجود عند دخول الدم للقلب بالتحديد ما بين الوزين والبطين الأيمى والدم اللي بيخرج من القلب في الدورة الجهازية بيكون دم مؤكسج من البطين العيسر إلى جميع أجزاء الجسم خلال الشريان الأورطة والدم اللي بيدخل إلى القلب في الدورة الجهازية بيكون دم غير مؤكسج بيتم نقله من الجسم إلى العزين الأيمن خلال الوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف السفلي وأهمية الدورة الجهازية هو إمداد خلايا الجسم بالأكسجين والمعدة الغذائية الزائبة وباللاحظ أن الجانب الأيمن للقلب بينقبض في نفس الوقت اللي بينقبض فيه الجانب العيسر ريه وبالتالي بيتم ضخ الدم غير المؤكسج من البطين الأيمن في نفس الوقت اللي بيتم فيه ضخ الدم المؤكسج من البطين العيسر يعني الوزينين بينقبضوا مع بعض في نفس الوقت اللي بيكون فيه البطينين في حالة انبساط وبعد كده البطينين بينقبضوا مع بعض في نفس الوقت اللي بيكون فيه الوزينين في حالة انبساط والوقت اللي بينقبط فيه الوزينين بتكون الصمامات الموجودة ما بين الوزينين والبطينين مفتوحة وفي نفس الوقت بيكون الصمام الراوي والأورطة مأفولين وفي الحالة دي بيكون ضغط الدم في الجسم أقل ما يمكن يعني من 70 ل 80 ولما بينقبط البطينين بيتقفل الصمامات الموجودة ما بين الوزينين والبطينين وبيتفتح الصمام الراوي والصمام الأورطة وفي الحالة دي بيكون ضغط الدم في الجسم أعلى ما يمكن يعني من 110 ل 120 نيجي بعد كده للدورة الكبدية البابية بتبدأ الدورة الكبدية البابية من الشعيرات الدموية لخملات لمعاء الدقيقة وبتنتهي بالشعيرات الدموية في الكبد أول حاجة بتمتص خملات إلى معاء الدقيقة الجلوكوز والأحماض الأمنية اللي بتنتقل إلى الشعيرات الدموية الموجودة داخل الخملات فبتبدأ الشعيرات الدموية إن هي تتجمع في أوريدة أكبر وأكبر لحد ما تصد بمحتوياتها في الوريد البابي الكبدي اللي بيكون متصل بي برضو أوريدة من البنكرياس والطحال والمعدة بعد كده بيتفرع الوريد البابي الكبدي أول ما يدخل إلى الكبد إلى أفرح صغيرة بتنتهي بشعيرات دموية صغيرة بيتم ترشيع بعض المواد الغذائية الزائدة عن حاجة الجسم من خلال جدرانها الصغيرة فبيحصل لها بعض التحولات في الكبد زي مثلا تحول الجلوكوز إلى جلايكوجين في حالة زيادته عن حاجة الجسم بعد كده بتتجمع الشعيرات الدموية داخل الكبد علشان تكون الوريد الكبدي اللي بيفرج من الكبد وبيبدأ إن هو يصب محتوياته في الجزء العلوي من الوريد الأجوف السفلي اللي بينقل الدم بعد كده إلى الوزين العيمن في الأنين اشتركوا في القناة